تعتمد على السل السل اه اه اللي هي بتبقى افاكتد. اه لو هو الافاكتد فعادة بتعمل لو حاجة بتعمل ادينوما لو بتعمل كارسينوما لكن لما تيجي في الليرز الاخرى اللي هي عبارة عن تيشو والمسلز بتبقى اه ساركوما. ممكن تيجي زي اللايبوما من الفاتي تيشو اللي موجود او من اللي كنا اه وكنا قلنا دلوقتي بنسميها الجست اه تيومورز. اه تيومورز اللي بتيجي في اللاينينج يوزور زي ما قلت بتبقى اه اه لو بنين بنسميها ادينوما لو اه ماليجنانت بنسميها ادينو كارسينوما والاا الادينوما اللي بتيجي دي او مجازا لما بيبقى حجمها اه اكبر شوية وليها بنقول عليها بوليب بتبقى اه امراض كتيرة بتيجي في الجي اي تي ومعظمها امراض اه زي الفاميليا والجاردنر سندروم والتوركت سندروم. ده الفرق اللي نحب اوضحه بين الادينوما والبوليب ان البوليب دايما بيبقى فيها ليها نارو بيز وليها ستوك او بيديكل لكن الادينوما بتبقى بروت بيز وملهاش بيديكل. لكن الاتنين بيبقوا ليهم فيبراستيشو كور ويبقى ويبقى البوليب موجود في الاتنين. الادينوما او البوليب ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى زي ما اتفقنا طبعا الماجوريتي بتبقى البوليب لما بيبقى فيه يوجوالي ألسر والألسر ده النورمال تيشو اللي حاول اللي بتحاول تهيل تيس ألسر فبتعمل نوع من انواع البوليب او ما جازا بنسميها او سودو بوليب الممكن تبقى ميزو ديرمال يعني بتاعتها از اه كونيكتف تيشو زي الفات تبقى لايبوما او اللايو ميوما ممكن تبقى همارتوما يعني تيشوز اه ابنورمالي ارينجد زي الجبناء البوليب وزي البوتس جيجر سندروم وده تيوم ورا عادتهم بيجي فيه الاسمول باشي. الادينوماز والبوليبس دي مهمين جدا لانه لما هنتكلم بعد شوية على الكنسر كولون اه اه انا اكتشف ان هو بيبتدي از ادينوماز وهزي الادينوماز بيحصل لها سيكونس اوف افنس ازا سيكونس اوف افنس اخر بتتحول الى كارسينوماز. عشان كده يهمنا نعرف ايه اشكال اه اه بوليبس او ادينوماز اللي هي بنخاف منها ممكن تقل من حيث الشكل ومن حيث اه اه الاركتكتور بتاعتها او التيشو اه لاينج. اه البوليبس او ادينوماز اللي بتبقى اه اه تخلينا اتهاي ريسك اللي هي لما تبقى بتاعها اكبر من واحد ونص سنتي لما تبقى لما يبقى لما يبقى لما يبقى فيها او سيفير ديسبليزيا وده طبعا بيبقى مور ماليجنات. اللو ريسك لو المقاس اللي طوليب او الادينوماز اقل من واحد سنتي تبقى وسينجل وما فيش فيه ميتابليزيا ولو فيه ديسبليزيا هتبقى اوف ده ميلد فورم واللاينينج بتاعها بيبقى اوف ده تيوبيلر فورم. اه واحد من الديزيزز اللي بقى فيها البروليبس دي اللي هي الفاميليا الادينومتاس بوليكوزوس. ده اه اه فاميليا الديزيز اه يعني بيتبقى اه بيتنقل عن طريق جينز اه وبيبقى اوتوزومال دومننت. اوتوزومال دومننت يعني تقريبا نصف الوف سبرينجز بيبقى افكتد بهذا الدزيز. وده بيبقى نتيجة ديفكتف جين اه اللي هو ال اي بي سي جين اه ادينوما بوليبوزيس كولاي جين موجود على كروموزوم نمرأة خمسة. ايه كريتيريا بتاعتها او ايه مواصفاتها انها هتلاقي الكلون كله ستدد ويذ بيقولوا يعني مجازا عشان تتشخص يبقى حجمهم ازيد من اه ميت اه ميت ادينوما او ميت بوليب طبعا ده اللي بيعد يعني لكن المهم الغرض او المفهوم الرئيس انه فيه مالتبول نيومراس بوليبس او ادينوماز موجود. اللايننغ بطاحها طبعا ممكن يبقى من او من الجماكن اول كباراته او ادينوماز الفيلاس او طبعا او وآآ دايريا. وصمت تايمز بقى فيه بليدينج بريد. بيتشخص ازاي? بيتشخص طبعا نمرأ واحد. آآ نمرأ اتنين العادية. البيو كيميكال تس. اللي هي بلوت تس. يعني ممكن تلاقي. هنبتدي ان تاعتنا. هنعمل بيريام ستادي. اللي هي بيريام انيما. هتلاقي فيه موجودة. لكن طبعا بتاعنا هو الكولونوسكوب. بنعالجه ازاي هزا الدزيز? بنعالجه آآ لا. ان هذا الدزيز مهم جدا في حاجتين. نمرأ واحد ان هو بيبقى عشان لازم نبتدي سكرينينج ات يونج ايدش. بيتعمل منظار. يعني مرة في الساعة. ويبص على الكولون ويشوف ازا كان في حجمها كبير. ازا كان في بول فيها اي ابنورماليتي في اللاينينج بتاعها. ويتاخد آآ آآ من الليجنز دي. لكن ايه هو ما ملحتاجش نعمل هزا الكلام. لان العلاج بتاعه وانس ان ديزيز is بريزنت. فالمفروض التريتمنت بتاعه. معلومة تانية مهمة هنعمل لغاية امتى? عشان نشخص الديزيز. مش عشان نشخص في ماليجنا اتفقنا ان احنا بنبتدي وبنكمل لغاية عمره خمسين سنة. لانه هو لو عند عمره الخمسين سنة ما ظهرش ديزيز في ديزيز اه ممبر اوف اللي معروف انها آآ آآ هاربرينج ديزيز يبقى معناه ان هو منش هي والنض ديزيز. السبجكت الرئيسي بتاعنا هو الكانسر كولون والريكتام اللي اعنا بنحطهم مع بعض في كاتيجوري واحدة بنقول عليها كولو ريكتال كانسر. آآ الكانسر كولون ده ليه اهمية خاصة اللي معروف انه هو اي تيز ده. موست كومن جي اي تي تيومر. نمرة اتنين. اي تيز ده ساكند. كومن كوز او ديزيز في الوستن بوبيليشن ومانلي في اليوكي. الفرست يوجولي بيبقى لن كانسر بعديه على طول ايز كانسر كولون. آآ هزا الديزيزيز يوجولي طبعا في آآ لما هنتكلم على البيديميولوجي او ديزيز هنعرف ان ليه ايج جروب معين بييجي فيه وليه علاقة بالجينيتكس وليه علاقة بالفاملي هستوري. لكن الناس اللي ما عندهاش فاملي هستوري او جينيتك هستوري او كارسينوما يوجولي بيبتدي ده مش معناه ان هو ما ميجيش قبل كده لا بييجي ممكن فيه يونج ايج جروب. ويوجولي بيبقى من آآ النوع الأجريسف شوية اللي احنا بنقول عليه الميوكويد آآ طيب. آآ معلومة مهمة آآ بنقول عشان بس فيه تو اكسبريشنز كده الحدب ان احنا نعرفهم اللي هو السينكرونس تيومر وميتا كروناس تيومر. وholmات كروناس تيومر يعني العيان بيبقى عنده موزان موزان في الكولون. وده بيبقى ممكن موجود فيه 3% من الانين. عشان كده اللي ما بنيجي نعمل اللي هي مين للكولونوسكوب لازم يفكي كولون كله لانه فيه نسبة قليلة اللي هي تلاتة في المية بيبقوا معاها آآ مور دان وان ليشن. ميتا كرونس تيومر يعني ايه? يعني عيان كان عنده تيومر قبل كده. وشلنا هذا تيومر وليتر ان في مكان اخر من الكولون. ايه ديفالوب اناذر كارسينوم. بتاعه آآ انا عايز بس قبل ما اقول الاتيولوجي اعايز اوضح ان دي دي آآ باي شار تتبين الانسدنز بتاع الكارسينومة او دي كولون. انا انا عمال اتكلم ان فيه جينيتك بري دي سپوزيشن. وعمال اتكلم ان فيه فاميليا الهيستري في بعض الديزيزس. لكن آآ تقريبا خمسة وسبعين في المية من العيانين اللي بيديفالوب كولوريكتا الكنسر بيبقوا مستبوراديك كيسز. ما عندهمش ولا فاميلي هيستري ولا عندهم آآ جينيتك نسبة آآ اللي بتبقى آآ قليلة تقريباً بتوصل حوالي خمسة لستة في المية هي اللي بتبقى ريليتد للجيناتيك آآ آآ مالفورميشن او او جيناتيك وعشرة في المية بيبقى ليهم علاقة بالفاميلي هستوري اوف ديفالوكمينت اوف كارسينوما اوف ذاكولا. لو هنرجع نتكلم على طبعاً الجيناتيك آآ مدام فيه يهمنا ان احنا نعرف ايه هم. اول واحد احنا تكلمنا عليه قبل كده اللي هو آآ لسه متكلمين عليه من خمس دقائق كده. وآآ اتفقنا ان هو فعشان كده وفي مشكلة في اللي ما اتفقنا ان هو موجود على الكرموزوم من خمسة وهو ده اللي بيعمل هزا الديزيز. نوع تاني من آآ كانسر كولون اللي بنقول عليه بقى يعني مش لازم يبقى فيه بولب او لازم يبقى فيه آآ موجودة اللي احنا بنقول عليه لنش سندروم وده برضو بيبقى ترانسميتد از ان اوتوزومال الديزيز. الحاجات اللي بتديبلوب احنا قلنا منها آآ قل آآ آآ منها قبل كده في المحاضرات السابقة اللي بقى هو الديزيز ومين ليه انا بقصد هنا الالسراتف كولايتس. آآ في فاكتورز اخرى بقى بريدزيز بوزن فاكتورز هي آآ ريسك فاكتورز ممكن تساعد على الديبلوبمنت اوف كارسينومة اللي هي زي آآ آآ الديت حابتس اللي هي الناس بتاكل آآ 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 ميت ريتش ان فاد وما بتاخدش بالها ان تزود من الفاكهة او الخضار وبالتالي بياخدوا مشاك ريسك فاكتورز الوداء بعض الوفيزتي نعم بيقول بيوكون ندليل كوليسك كوليستييرول بسي مولايتين كل بيوكين نمرة اثنان سي جارة تموكن ثلاثة كوليستيكتومي كوليستيكتومى ممكن العيان يديفلوك ارسينومة في الدولون والمست 20 يز بعد العملية نتيجة في الكولون لانها هتبقى اه تعمل لما يبقى اللود زايد على الكولون وممكن تخلي العيني حاجة تانية اه بتحصل في عيانين اللي عندهم كانسر بلادر هي اه بنشيل البلادر كلها بدل ما بيتزرعوا برا على الجلد بيتزرعوا في السيجمويد كولون فبيعملوا عملية اسمها اللي هي بيشيلوا فيها البلادر ويزرعوا في السيجمويد اللي هي يوريترو سيجمويد دوستومي طبعا الكولون مش متعاون ان هو يريسيف يورين وبيه الكيميكال اللي موجودة فيه فممكن يدبلوب كارسينو الباثولوجي بتاع الكانسر كولون ايه الكومان السايد اللي بيجي فيه بيجي اكتر حتة اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي نوع لها ريكتو سيجمويد هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي لها مايكروسكوبك لها انتز فورم اف ادينو كارسينوما ده جلانديلر تيشو. والجريد طبعا بيختلف حسب البيولوجي اوف دي تيومر. مايك. الماكروسكوبك بتاعته بشكلها جدا فانا برضو معلومة اه اه سبتة ان التيومرز اللي بتيجي في نارو اريا بتبقى تعمل يا اما تعمل وده المنظر اللي بيبقى موجود في لكن الاماكن الواسعة اللي هي زي السيكم ده بيدفيلوب فيها بتاعته بتبقى اه ده نوع اه شايفين اللي هي دي دي مشهورة بنها اه اه ادينو كارسينوما اوف ده اجريسيف طيب بتيجي في يونج ايج جروب والبروغنوز بتاعها بيوجولي بيبقى اوحى شوية بدي جروس بيكتر بتاعت موجود في الكولون شايفين المنطقة الجري جامدة دي العاملة ناروينج اوف داليوني طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان فيه اه اه مليجنينت ليجينز ويوجولي بتبقى اه اه بتعمل هذا النوع من التيومر لكن الحالات اللي هي بتبقى او ما فيهاش اه او ما فيهاش عادة في حاجة اسمها ادينوما كارسينوما سيكنز يعني العيان بيبقى عنده في جسمه اه بتتخلي مع مرور الوقت بتتحول الى ادينوما والادينوما دي ليتر اون يحصل فيها ديسبليزيا وتتحول الى كارسينوما وده اليوجول اليوجول سيكنز اوف اف انتس اللي بتحصل في اه الاسبوراديك كيسز اوف كانسر كو هاو دازت سبريد ممكن دايريكت سبريد على السوراوندنج ستركشورز اه ايسف الاول اللي بتدي لوكال سبريد ميوكوزة اه تبتدي امفلتريت اه سب ميوكوزة اه 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 السيروزة اللي غيرت لما توصل الى نير باي ستركشورز هاي سبريد باي اليمفاتيكس للباراكوليك ومنها الانترميديات نودز والسنترال لينف نودز اه بلود سبريد اه تعمى عن طريق البورتال فين هتعمل اه اه ليبر متاساسيز وممكن يحصل الترانس سيلومك سبريد اللي هي السيلز اللي بتقع في بريتونية الكافتي تعمل لنا بريتونية السيدلينجز اند اصايتس هاو دي ويستيج بقى لان احنا انتفقنا ان الستيجينج ده جزء مهم لانه بيحدد في عموما العلاج وبيحدد البروجنوزوس نبتدي ناخد واحدة واحدة كده لانه كان في بعض او التغيرات في الستيجينج ويستحب ان احنا نعرفها من البداية الى النهاية. اه اه الديوكس دي دي واحدة من اعرق اللي اتعملت ودي اه كان اه الخواجة ديوك ده قسمهم الى اي بي سي ستيجز ستيج اي اللي هي في الباول نفسه ديوك بي ان هو ابتدى يكستيند اراوند اه او اا اا اكسترا ويطلع في سراوندينج ستركشورز ديوك سي ديوك سي دير ايز لو نود متاساسيز. طبعا واضح كده من الستيجينج ده ان هو في بعض الاشياء. اول فيه ان هو ما بيحددش الليفل او 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 اان هو ديوكس Orthors of Infiltration of that humor. ده اول ده فيه. ثاني ده احاديبة ما بيحددش ال presence or absence of metastasis. عشان كده حصل بعض الموديفكيشنز فيها واتقسمت بعد كده اه الى اي بي سي دي دي اللي هي اه بريزنس اوف ديستنت متاساسيز و اه 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 اتقسمت الى اي بي وعلى اساس يحدد اذا كانت جاية ميوكوزا او اه ريتشنج ميوكوزا ولا الديبت الزيادة عن كده. عشان كده دلوقتي احسن اه يستخدم اللي هو اللي احنا بنستخدمه في عشان نعمل لان هو ده الحقيقة الموست كومبليت ستيجينج سيستم. اللي هو تي ان ام تي ان هي وصل الى اه اه انفلتريتنج الساب ميوكوزا. تي تو وصل الى المسل لير تي ثري ابتدى ينفلتريت الوول ووصل الى البيري كوليك فات. تي فور ان هو ابتدى ينفلتريت بالنسبة للنودز ان زيرو يعني مفيش نود متاسسس ان وان من واحد لتلاتة نودز ان تو مور دان ثري نودز انفورفت وام اه اللي هي اما او او ام وان يبقى فيه متاسس. بنستخدم التي ان ام بتاعتنا. بعدد لك دكتور هو بالنسبة للنودز ولا نود واحدة بس يعني او اتنين او او اتلاتة. لا لا اه بالواحدة انا. طمام دكتور. بنستخدم بقى التي ان ام ان احنا نستخدمها في الى اليون الى اليون الى اليون انترناسونال كونتر كنسر. عشان نقدر نوصل الى ال البروبر اه تأسيمة اللي تدينا البروغنوزوس اوف ديزيز. فاتقسمت الى ستيج زيرو اللي هي تيومرز اللي هي كارسينوما ان سايتو اللي هي لسه مفيش انفزيزن. ممبرين. ستيج وان اللي هي تي وان تي تو معاها ان زيرو ام زيرو. ستيج تو اللي هي ستيج تو اي اللي هي تي تلاتة اللي هي وصل الى البروكوليك فات او تي فور اللي هو وصل الى السوراوندينج. ستيج تلاتة ستيج تلاتة اي اللي هي تي وان تي تو معاها ان وان. تي تلاتة بي اللي هي تي تلاتة اربعة معاها ان وان. وستتيج تلاتة سي اللي هي اي تي موجودة ومعاها ان تو. ستيج اربعة الاخيرة اللي هي اي تي او اي ان معاها ام وان. بواضح انا هتطلقوا الديوك لان اشوف الديوك هنا اه ميسنج حاجات كتيرة او ستيجز كتيرة من اللي هي بنستخدمها في اليو اي سي سي. طبعا البروغنوزز في الكارسينوما انسايتو لو ايرلي دايجنوز الكيور ريتز وار هندرد ترسنت كل شوية يبتدي اقل مع ستيج وان بيقى ثلاثة تسعين في المية وهلما جرى بقى بالارقام اللي موجودة عنه. بقى البريزنتيشن العين اللي هو عنده كانسر كولون هيبريزنت ويذ اين? احنا اتفقنا ان الرايت سايد مختلف عن الليفت سايد مختلف عن الريكتوم. فالتيومور لما بيجي في الرايت سايد بيبقى السيمتوم ستاعته فيك شوية لانه بيجي في كابيشيس اورجن اللي هو السيكم والكولون كمبيرد للليفت سايد اللي هو آآ نارور آآ اليومن كتير عنه. فييوشوالي بيبقى فيه. عنيمية بيبقى في ریجان، بيبقى فيه بين بيجر paranoid في old elevate بس في الورايت لأقفة. لو الحالة ادفانست شوية ممكن اليومن از ويت. هتبقى شوية ليه? لان هو اليومن از نارو والتيومر عادة اللي بيجي عشان كده بيبقى في الاول آآ آآ سيمتومز ريليتد يعني العين يقولك انا بيجي الالترنيتنج ديارية وكونستيبشن عكس الهابتس اللي هو بتعود عليها. بيبقى آآ في بليدنج بالريكتم ممكن يبقى فيه ماس آآ حساسها في الليفت إليك فصة. وآآ نسبة كبيرة منهم بيبريزنت نتيجة الاسباب اللي انا قلتها. نارو اليومن. ستريكشار طايب اوف تيومر. هارد كونتنس موجود. لو تيومر جي في الريكتم عادة ببريزنتيشنز برضو بتختلف شوية. لان العين بيجي آآ يشتكي من بليدنج بالريكتم. او آآ يعني آآ وممكن بيبقى فيه دائرية نتيجة انه بيبقى فيه شوية ميوكس متحوشين من الكولون او التيومر. فمجرد العين ما بياخد الابرايت بوزيشن. فبتلاقي ان فيه دائرية بتحسن. الكومبليكيشنز طبعا اكتر كومبليكيشنز بتبيبريزنت بيها العينين دول هي بزات لو فيه الليفت سايد اوف دا كولون هو الانستينا الوبسركشن. ممكن يبريزنتوا به اكستنسيو بليدن او انه يبريزنتوا هيد كنتيجة ان تيومر برفوريت في الآبدامن الكافيتي. ممكن يبريزنتوا به كومبليكيشنز بميتائستس. هاو ديو انبستيجد بنا ما يجيل العيال ان عنده اعراض شبيهة من دي وياحة بازة لو بتاعه زي ما اتفقنا فوق الخمسين سنة. آآ هنبتدي بلاد تس ممكن نلاقي انيميا موجودة. وهنعمل تيومر ماركرز اللي هي بنستخدمها اللي هي كارسينو امبريونيك انش. بعد كده هنبتدي بلد اوب انبستيجيشنز هنعمل الفاديولوجي. مش هتفيد في حاجة غير لو تبين ان لو العين ابستركتد. آآ الباريام انيما او الجستروجرافين انيما هيبين لو فيه او لو هيبين زي الصورتين اللي صورة اللي تحت على اليمين دي ان فيه او منظر بعمل زي التفاحة اللي متقرقضة داير ما يدور دي اللي بنقول عليه ابل كور ابيرانس. الصورة اللي فوق دي دي بنسميها دابل كونتراست جستروجرافين انيما او دابل كونتراست بيريام انيما. اللي هي بنحقن الضاي. وبعد كده نصور. وبعد كده العيان يفضي الضاي دي. وبعد كده يدحقن اير. عشان البواقي بتاعة الضاي. تعمل دي للميوكوزو عشان لو فيه السر زو. الحاجة دان. لكن هنا واضح ان العيان الصورة اللي فوق دي الدابل كونتراست بتاعه ان فيه برضو ناروينج وستريجر. آآ طبعا لو الكلام ده كده لازم العين يعمل عشان نعرف لو فيه عشان نشخص به الديزيز. بعد كده لازم انا اعمل سيتي سكان الابدومن عشان نشوف نوع من الانواع يعني نشوف ونشوف ازا كان فيه ولا ما فيش. طيب جالنا بقى العيان خلاص خصناه وآآ اعايزين نعالجه. بعد ذلك كده. فضل. هو يعني 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 اللي يعني اللي عمله او اللي يحدد لي ايه هو? هو طبعا الكولونسكوب يعني. زي ما قلت في الاول في الانسدنس of this disease and this disease is آآ كومن. وآآ ليه آآ انسدنس عالي في في المورتاليتي. ففيه قبل ما ابتدي عالج العيان ده. في حاجتين مهمين جدا بيذكروا في العلاج. نمرة واحد. نمرة اتنين. screening of cancer of the colon. بعد كده بقى في treatment of established case. يعني مجازا لو في تحرير يجال لك ولا حاجة. وطلبنا سؤال treatment of carcinoma of the colon. لازم حضرك هتتكلم من الاول على profilaxis وتتكلم نمرة اتنين على the screening. ونمرة تلاتة هتتكلم على treatment of established case. ال profilaxis بتاعنا ايه؟ ان احنا اعنا بنحاول احنا احنا اؤبوز اضاي ايه احنا بنحاول نزود الهاي فايبر دايت اللي هي في نحاول نقلل من الريد نيت والانيم الفات في الدايت بتاعنا نحاول نقلل من السيجارة سموكينج والالكوهول انتاك والفيزيكال اكتيفتي مهمة بتحسن الاميون سيستم بتعارفين برضو الاميون سيستم بيبقى ليه دور في بعد كده نيجي للسكرينينج في لازم نتابعها لان احنا عندنا العينين اللي هم اللي هما ما عندهمش اي ولا وفي جروب تاني اللي هو في كل الحاجات اللي انا قلتها البريمال 발د اللي هنتكلم عليهم اللي هم لانا زي ما قولنا دور كمان نسبة كبيرة 45% وزي ما اتفقنا هقولنا ان البيبليدي عند يزيد. يبقى الجروب ده الواحده بنعمله ايه بقى? هي اللي بنستخدم. اه هم تلات حاجات اه اساسية. نمرة واحد لازم بتعمل يعني عشان لو تحس اي ميوكوزة في الريكتم. نمرة اتنين بنعمل اه فيكل اوكل بلود في السطول. وده في من نطوط يعني في فيكل اوكل بلود. وفي الامينيولوجيكال فيكل اه اه بلود تست. يعني اه ايهم يستخدم واحد منهم. مين لازم نعمل معهم تست تالت. نختار واحد بقى من التلاتة دول. اللي هو اما سجمويدوسكوب. اما اه كولونوسكوب. سجمويدوسكوب ليه? لان احنا اتفقنا ان تقريبا سبعين في المية خمسة وستين في المية من التيومرز اللي بتيجي في الكولون بتيجي والمنطقة دي يوجولي بتبقى كوفرد باي سجمويدوسكوب. او نعمل سي تي كولونو كولونوغرافي. او نحنا نعمل بيريام ستادي. اه كل خمس سنين او نعمل كولونوسكوب كل تن ييرز. فجرع العوض يعني ان احنا بنعمل انيول دي ار اي. بنعمل انيول آآ آآ فيكل اوكل بلود. ويوجول بنعمل كولونوسكوب وانس افري تن ييرز. او بريم آآ آآ جستروجرافين او جستروجرافين انيما كل خمس سنين. اخفر واحدة من دي اتنين. بس هو زي ما هو باين كده في الاسلايد ان الكولونوسكوب هو اللي بيستخدم اكترين. طيب نيجي بقى للجروب التاني اللي هما بقول لهم بنقول عليهم بالبقى كده فيهم عيوب. وكل جروب منهم بيبقى ليه طريقة في السكريننج مختلفة عن الان. لو عيان عنده فاميلي هستوري. ده بنبتدي السكريننج ساعة من خمسة تلاتين لاربعين ما هو من عمر خمسة تلاتين لاربعين سنة. آآ او وده المستاكرة يعني ان احنا بنعمله عشر سنين ارلير عن آآ آآ الفيرس دي جري لما دي بلوبت الكنسر. يعني لو مسلا والده دي بلوبت كالسينومو اف دي كولون عند سن خمسة واربعين يستحب ان احنا نبتدي نعمل للولاد عند السن خمسة وتلاتين سنة. لو في انفلاماتوري بقى الديزيز احنا اتفقنا. ان لو الديزيز ده بقى له مور دان توالف تولفين ييرز بنبتدي نعمل انيوال كولونوسكوب. لو عندهم فاميليا البوليبوزوس بنبتدي بتاعنا عند سن عشر الاتناشر سنة. وبنعمله بالكولونوس. لو آآ فيه هستوري فاميليا الهستوري اوف هريدت رينان بوليبوزوس كولاي كارسينومة. بنبتدي عند سن شوية عند ماكسيمام خمسة وعشرين سنة. او برضو عند سن عشر سنين ارلير. دين دي فرز دي جري ريلاتيف. هو. يبقى السكرينيج المفروض للجنرال بيتعامل عند سن خمسين سنة. وبنعمل بالتلات حاجات بتاعنا اللي هي الريكتال اجزامينيشن. فيك الاوكال بلود وكلونوسكوب كل عشر سنين. آآ او الفاميلي هستوري. كل ديزيز او كل كونديشن ليها طريقة السكرينيج بتاعها. بس التول بتاعنا يوجوالي آآ كولونوسكوب. طيب خلاص يعني جالنا بقى دلوقتي خلاص آآ عيان وشخصناه. وعند آآ كولون كانسر. طبعا الفيرست لاين اوف تريتنين في عيانين الكارسينومة هو الكارسينومة اوف دو كولون هو السيرجري. عندنا بس في السيرجري تلات احتمالات. في اما جيلنا العيان عادي خالص وريسيكتابل ونقدر نشيله. او ان العيان يبقى آآ آآ ان اوبرابل. ان اوبرابل يعني ايه? يعني ممكن يبقى فيه او فيه سيستيميك متاساس او ليفر متاساس. تالي حاجة ان العيان يجيله. يبقى الثلاثة كونديشنز دول كل طريقة منهم لها طريقة في التعامل. ممكن آآ بندي حاجات مساعدة في بعض الحالات. وعا ايه اللي بنديه عامل مساعد بندي كيمو ثرابي. في الكنسر كولون. لكن في الريكتال كارسينومة بنقدر ندي كيمو and ريديو ثرابي. ليه? لان الكولونيك كانسر is ريديو ريزيستنت. ما ينفعش معاه الريديو ثرابي. ايه وده ده كده الكلام ان هي اللي هو العيانين اللي عندهم كارسينومة ده ممكن بيتعالجوا بالمنظار وخلصت اللي هي زي الصورة اللي عندكم دي. بندخل حاجة اسمها سنير. يخش يقطع دي وخلصت القصة. بعد كده نجيب العيان. بنعمل الكوليكتومي. بنعمل الكوليكتومي. طبعا بلاس او ماينس كيمو ثرابي حسب بيولوجي ومايكرو وفاسكولر اند لمفاتيك انفلتريشن. ستيج تلاتة ديفينتلي بيعوز اه اه سيرجري معه كيمو ثرابي. ستيج اربعة اللي فيها ليفا ديبوزوت سوستيميك متاسيز. يوجولي لو العين لوكالي ريسيكتابل بنبن ريسيكت التيومر. على اساس انه هو بنحسن. نحن افويد الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل للعين ده. اللي هي مينلي او بليدينج. لكن طبعا ما ده في ليفر ديبوزوتس ما ده في سيستيميك متاسيز يعني العلاج بيبقى بلياتف تريتمينت راظر دان كيولاتف. الريكتال كانسر طبعا نفس الكلام. الريكتال كانسر نضيف الريديو ثرابي. طيب لو جلنا عيان اوبربل ون اوبستركتد دعالجه ازاي? طبعا نمرة واحد ومش محتاج ان انا افكركم لازم اتعملوا بري اوبراتيف اللي هو اللي هو اللي هو الريكتال والكيميكال وميكانيكال بالانيميز والسوفت دايت والبيرجاتفز وكيميكال بندي اه 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 اكتينج انتي بايوتكس. وبعدين بقى حسب بقى بس احنا عندنا قاعدتين مهمين جدا لازم نعرفهم. ايه هما? نمرة واحد ان احنا لازم بتاعنا دايما راديكال. يعني ايه راديكال? يعني لازم نشيل الريجونال لامف نوت. وعشان الكولون هنا بكيولير لبلوت سابلاي بتاعه ليه باترن معين. فبنتطر ان احنا اه نقطع المين بلوت سابلاي اللي سابلاي ديس اريا. وبييجي على حسابها اجزاء اخرى غزبا عنها لازم نشيلها. يعني. الانسر اه رايت سايد اللي هي اه رايت اه كولون. لو جيه في السيكم والاسندين كولون بنعمل حاجة اسمها رايت هيمي كوليكتومي. اللي هي بنشيل فيها ايه? بنشيل اخر اه عشرة سنطي من الايليم والسيكم والاسندين كولون. ده غزبا عننا لان احنا عشان نشيل الليمف نوتز اضطرينا نربط الايليو كوليك. واضطرينا نربط الرايت كوليك ارتري. واللي الاشياء اللي انا شلتها. المعلومة التانية غير الراديكال دي. ودي عادة بنستخدمها اكتر في الريكتم او لو هنعمل ايه هي? ان السفتي مارجن عندنا بتبقى خمسة تصمتي اه بروكسيمال اند ديستل تو دا تيومر. يبقى دول اه تو جولد ستاندرز معلومات لازم يبقى في بالك وانت بتتعاني. طيب ادي الرايت سايد او دو كولون. عينا عندها سيكة الكنسر او رايت كولون الكنسر بنعمل لها يعني بنشيل اخر جزء من الترمنل اليوم و ذا كولون. وبعد كده نعمل طب لو هو موجود في هنا بنربطisan بس يوم cann gains黄 بالتالي بنقدرن نعمل وبعد كده بنعمل طب لو التيومر في بنعمل ايه? بنعمل آآ آآ الصورة اللي على ايديك اليمين بنعمل نشيل ونوصل لو هو في السجمويد بنقدر نشيل بس لانا في سجمويد برانشز هي اللي بتتربط ومعها سجمويد نودز آآ 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 لكن احنا المفروض الحقيقة بنبقى شوية وبنوصل لغاية الامفيرو المزنتيريك بسل فبنتطر ان احنا برضو ننشيل فممكن نعمل معاها الريكتم زي ما انتم فاكرينه انا قلتم كان متقسم ثلاثة اوبر ميدل لوور آآ لغاية ال ال اوبر والميدل بنقدر نعمل برايماري ريسكشن آآ بنعمل اكسجن اوف دا تيومر ونقدر نعمل برايماري انستوموزوس لان السيفتي مورجن آآ بتسمح لكن لو العيان بتاعنا عنده تيومر في اللور ثيرد ما طبعا ما بنقدرش نحطفز بالاين الكنال فبنتطر نعمل عملية تانية مختلفة فيعني مجازا ان انا دا بتاعنا لو موجود في ال اوبر والميدل آآ بنعمل عملية اسمها اللي احنا بنشيلهم فيها ونعمل آآ لكن لما بتبقى آآ للآسلف وصلة بقى في اللور ثيرد وفي ريكتم والسيفتي مورجن هتطلعنا برا في الشارع يعني فنضطر ان احنا نعمل عملية تانية اسمها ابدومينو بيرينيال ريسكشن احنا بنشيل الاريكتم وبنشيل معها السيجمويد وبنشيل الاينالكنال وبنقبلتريت الجلد تحت مطرح الاينال كنال والعيان بيطلع وبنور عليها تيرمينال كولوستومي بيعيش فيها آآ على طول. كنت عايز بس انا اقول لكم انها ممكن العملية دي بتتعامل او العمليات دي بتتعامل او ممكن بتتعامل بس محتاجة ادوات كثيرة وبتستخدم فيها دباسات اللي هي وعادة ما تبقى مكلفة قوي ومحتاجة كويس عشان تتعامل آآ لو العيان وبستراكتد وبالذات في الليفت سايد اوف دا كولون لان مش ما عندناش الشانس ولا عندنا الرفاهية نحن نعمل الكولونيك بريباريشن فبنعمل عملية تانية اللي هي الهارتمن بروسيدجر نحن بنعمل ريسكشن اوف دا تيومر زي ما هو واضح فوق كده في الصورة لكن ما نقدرش نعمل برايمري انستموزة ساعتها فبنتطر ان احنا نقفل زي ما ما بيان عندكم تحت على ديكو الشمال ونطلع آآ آآ تيمبوراري كولوستومي بعد تلاتة شهر بنجيب العيان تاني نعمله عمليا نوصل الكولون بالريكتم تاني رستور كونتينيوتي آآ آآ مرة اخرى دا لو العيان اوبستراكتد ليفت سايد اوف دا كولون نعمله هذا البروسيدجر اللي هو هارتمن بروسيدجر آآ زي ما قلتلكم ان لو العيان اوبست آآ اين اوبراول بنحاول ان احنا نعمل بالياتب ريساكشن بنشيل التيومر بس وما بنبقاش يعني ما بنحافظ قوي على الرولز بتاعتنا ان احنا نبقى راديكال او سيفتي مارجن او الكلام دا لان زي ما قلتلكم ان احنا بنحاول نقفد الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل للعيان بعد كده لو العيان عنده برضو بنعمله سيرجري عشان زي ما قلت الكومبليكيشنز بس فيه رول اخرى اللي هي البيزموس بنقول عليها بيزموس ان انت لو عندك آآ آآ تلاتة ليجنز في الليبر والتلاتة من الجمعين في لوب واحد يعني مجازة نرائت او الليفت ممكن تعمل آآ حاجة بنشيل الليفت آآ لوب اوف ذا ليبر نعمل آآ فورم اوف هيباتيكتومي لكن لما تبقى زي الصورة كده وفي مالتبل متاسس موجودة في الليبر عادة ما بقدرش نعمل للمتاسسس دي اي حاجة انا خلصت الكولوم كده الكانسر كولوم الحد يحب يسألني اي حاجة دكتور ممكن اسأل فين اسأل الحاجات اللي فاتة لا انخلص بص محضرة النهاردة وانت اسأل في الليجنة الفات شكرا آآ دكتور ينفع شوات اتفضل آآ حضارك قلت في الرايت كولوم آآ ممكن نعمل آآ يعني آآ حضارك فقلت يا بنشيل كل يا بنشيل جزء منه عم طبق انهي طيب سيرجري يعني العيان عنده ايه بس اقولي التشخيص بتاعك ايه وانا اقولك نعمل له ايه في الرايت كولوم تقريبا عيان عنده كانسر كولوم وأوبرابل ايه في الرايت في الرايت كولوم نعمل تمام عادة اتعب في السيجمويد قلت ممكن نشيل او نشيل او نشيل السيجمويد آآ عادة عادة بنشيل معها الليفت كولوم يعني لغاية فوق كده ونعمل ما بين وما بين من تحت يعني. تمام يعني لو تسألت في جزئيدي مسلا اقول. لو في السجمويد ولو في بنعمل عادة وبنقول عليها بقى ساعتها شوية. مم تمام. يعني بتفعل حسب او او كده اكتر? طبعا السجمويد لان انت اه احنا قلنا ان احنا مرتبطين بالبلاد فيسلز. لان البلاد فيسلز ماشي معاها الليمف نودز. واحنا محتاجين نفضل الليمف نودز. فانت لو لقيت الليمف نودز بتاعتك مش معادية سجمويد نودز. فانت مش لازل تصل الليمف نودز امتلك فوق. فانت ممكن تعمل سجمويد كوليكتون بس. لكن لو اضطريت ان انت لقيتها عالية واصلة لفوق. فانت هتضطر توصل على التربط كمان معاك الليفت كوليك ارتري. فعشان كده ساعتها بنعمل الليفت اميكولابتر. حسب شكرا دكتور. نعم. دكتور بالنسبة اخذنا فور وان فور وطول اما يكون عندي ممكن اعمل بروفلاكسس سيرجري. هل هنا ممكن نعمل بروفلاكسس سيرجري خاصة انه اللي اخذناها المحاضرة الماضية هي يعني لما لما انا لاجي ممكن اعمل بروفلاكسس سيرجري. الجيناتيك للعينين اللي هم او الفاميليا. ايو الفاميليا اللي احنا اخذنا في مثلا المينز كنا لما نلاقي جيناتيك ديزوردر سيميثلري فاميلي كنا نعمل بروفلاكسس سيرجري. هل ممكن انا بالسكرينينج جيناتيك اعمل بروفلاكسس سيرجري? اه في الفاميليا البوليبوزوس احنا اه عادة بنعمل اه لان ده هيديفلوب كارسينوما هيديفلوب. لكن الحاجات التانية اللي مفيش فيها حاجة اوفيس في عينيك حرام ان انت تدخل عيان عشان تعمله total collectomy. واتطلعه وتعايشه في حياته كلها بكولوستومي. وانت مش عارف التيومور بتاعه هيديفلوب فين? في الرايت سايد ولا في الرايت سايد ولا في ترانسفيرس كولون. فانت عندك وسيلة ابسط ان انت بتعمله سكرينينج كل سنة بالمنظار. وانس انك تلاقي اي ابنورماليتي ساعتها تخش وتشيلها. تغام شكرا. دكتور بالنسبة للكلو كولوستومي. انها طلعه على الابدومن وون. اه في داما بيرعيش. مش اي اي شروط من الانسجن ووند اللي اخدناها في فوروان. انه عشان يعمل هييلنج لازم ما يكون معرض لانفيكشن لازم يكون اه ناروينج اوف دا الووند هنا انا او الانسجن هنا مش مراعي ولا شرط من شروط الهيلنج اوف انت انت قصدك عشان هيعدي على الجرح لان انت انت بتخيط في الجلد. فانت مراعي الظروف بتاعتك. المفروض ما فيش مفيش 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 تنشن. البلاد سابلاي كويس. دول التلات حاجات الاساسية. والتلات حاجات دول موجودين في لما بتبقى وتتخيط في الجلد. وبتحافظ على يعني انا ما حصلوش ان انت بيبقى فيه للكولستومي دي عشان لو لقيت في الاول تعالجه بدري. لكن ما هوش واحد من باخر موضوع اتكلم فيه النهاردة هو الاخر حاجة في الكولوم بقى والريكتام والحاجات دي عشان ان شاء الله المحاضرة اللي جاية اخر محاضرة هنتكلم فيها على اينا الكانيال ونخلصها بمشاكلها ان شاء الله. يعني ايه معناها معناها يعني بينزل من تحت زي الشراب كده بيتسحب الى تحت. ايه الانواع بتاعته فيه نوعين رئيسية. النوع والنوع يعني معناها الميكوزة بس اللي هي بتبرولابس. لكن فيه نوع الكمبليت. اللي هو بيحصل اه اه ان هي بروتروجن زي ما اتفقنا اه اه فقط. ويجوى لده اه هتلاقي ان من الان الكنال لو بصيت كده هتلاقي ان في نازل من الان الكنال يجوى لما بيزيتش حجمه ماكسيمم عن اربعة مش واضحة لو حددك بعمل الانشير سكريم. الاسلايد مش واضح? ده مش موجود يا دكتور. طيب يا واحد. اه اكيد انا هموضح هذوقت. ده بيبقى في بس هي اللي تفعنا انها دي انها ايه الاسباب بتاعتها? يعني ما فيش حاجات محددة لكن بيقال ان هو اه بيحصل في اليونج ايج والالد ايج. اه في اليونج ايج اه 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 ايه السبب? بيقال ان اه 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 بتاعت السكرم ما بتبقاش يعني ما بتبقاش اه عاملة كونكافيتي كده. والكونكافيتي دي حاجة من الفاكتورز اللي بتبروتكت الريكتم وتحافظه على مكانه. نمرة اتنين ان ممكن بيبقى فيه اه اه التون بتاع الاينا الكنال بيبقى ويك فبيساعد ان الميوكوزة تبلج شوية من الاينا الكنال ومرور الوقت وتكرار المشكلة ممكن شوية بشوية تلاقي الميوكوزة بتنزل لتحت. اه في الادلت ممكن تحصل او بتحصل في الالد ايج نتيجة اسباب اه انكريز في الانترابدومنال بريشر مع اه 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 ومع البروستاتيك انلارجمنت زائد طبعا ويك ممكن بتحصل مع مشكلة ان بقنا نتكلم عنها المرة اللي جاية اللي هي البيلز اللي هي عبارة عن اه اه في البيسلز اللي هي موجودة اه 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 الكنال ممكن لما بتدي حجمها يكبر تبتدي تبتدي اه تسحب معها ميوكوزة والبلج من الان الكنال. اه 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 من شخصها ازاي? يوجولي ان بييجي العيان هو نفس العيان بيقولك يعني ان هو اه بيلاقي ان في بلج او الام لما بتغير للطفل بتلاقي ان في اه اه بلج بينزل من الكنال. اه مع الاطفال اه صغيرين ومع الكبار ممكن نجيبهم ونععدهم في اللي هي الاعدة اللي زي ازاي بتاعت الحمام بس ازاي ما عرش مش حد فيكو يعرف الحمامات البلد اللي هي كانت على الارض زمان نخلي العيان يقعد في اللي فترة وبعد كده نبص على الاينا الكنال ونشوف في بلج ولا لا. اه بنعالجها ازاي دي? يعني المفروض علاجها سهل مع الاطفال ان احنا ممكن اه مع الوقت بتروح او لو الولد بتحاول تحسن بتاعته. لو الكلام ده عملته ما نفعش ممكن اه 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 انجيكشن او فينول ان الموند اويل ده بتحق بتخلي الميوكوزة تلزق في الاندرلائنج ليرز فما حصل لهاش اه اه برو لابس. تلزق الاول وبعد كده وبالتالي ما تنزلش. اه لو اه الكلام ده ما نفعش ممكن بيتعامل اينا الناروينج ولو انا عملها دي مش محبزة قوي لان اللي بيتعامل فيها الحقيقة ان انت بتجيب خط ابرة وبتدككها كده حوالين ال اينا الكنال سابكوتينيس لي. وبعد كده تعمل لها على عشان اه تختار تعمل تايتنينج شوية. وتوم رابط العقدة بتاعتك على المقاس اللي انت اخترته. دي الحقيقة عملية مش براكتكال وما تتعملش يمكن دلوقتي خالص لان الولد كل ما بيكبر كل ما التايتنس ده بيزيد وبتعمل له مشاكل اكتر في الديفيكيش. لو اه في الاول اول اول اه 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 فينول اول اول اه او هي موجودة مع البواسير اللي هي ممكن بنعمل لها وبناخد البرولابس الميكوزة دي بنعمل لها عن طريق غرزة معينة كده مش لازم طبعا تعرف تفاصيلها اسمها جودز او الليجيتشر. مشكلة اكبر شوية بقى ان في برولابس اوف ده ريكتم بيمفاجينيت كده نفسه وبينزل هول تيكنس عن طريق الاينال فيرج. اه ان هو زي اه نوع من انواع كده لما الريكتم يبتدي يدخل زي الشراب والاينال كنال لغاية لما يطلع من الاينال فيرج. اه بيبقى فيه طبعا فرقات ده ده المنظر يعني انه ببتدي الميكوزة البرولابس من فوق زي السورة اللي عارفوه على اليمين. يبتدي اي ان كان السبب اللي هنقوله. يبتدي البرولابس شوية بشوية لغاية لما تلاقي كل الهو العمال ينزل لغاية لما بينزل لتحت خالص. الاتيولوجي بتاعه ايه? مش معروف طبعا في الاتيولوجي. اطفالها كانت ايه 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 ا ممكن تعمل تخلي العيان على طول آآ بيخش الحمام كتير فتلاقي ان في بيحصل هذا البرولابس. آآ بنشخصها ازاي برضو نفس الكلام من بتاع العيان بلاس ان هو لما بيجي من قاعده في ونصيبه حوالي خمس لعشر دقايق كده وبعد كده نفحصه. آآ آآ عايز بس اوضح الفرق بين البرولابس والبرولابس. ان البرولابس عمره ما بيزيد عن اربعة خمسة سنتين. لكن البرولابس بيزيد عن خمسة سنتين. آآ هتلاقي واضح هنا زي الصورة اللي باينا هنا دي في الان هنا هتلاقي ان في الميوكوزال فولز باينا. لان ده نزل يعني كو آآ آآ كولون او ريكتا منزل قدام عينيك يعني بس مقلوب لبرا يعني. هتلاقي حاجة تانية ان البي ار لما هتعمله هتلاقي ان البولجنج ماس دي لكن في ار في العيان البارشل هتلاقيها ثن لانها متكونة بس من ميوكوز. طيب بنعالجها ازاي بقى الكمبليت ريكتا البرولابس. هنا طبعا بقى القصة آآ لان خلاص الكولون وريكتا مبقى ريداندنت فلازم يتعامل سيرجري عشان تحل هزي المشكلة. الحل نعمله ايه? في آآ آآ نوعين من العمليات بيتعامله. يا ايما ان حضرتك تدخل العيان قط العمليات وهتفتح الانسجن بتاعك وتبتدي الريكتا موكولون وهتلاقيه ريداندنت فهتعمل ايه? سيمبلي هتكسايز الريداندنت اريا دي وتعمل برايماري اناس تونس. حل تاني ان انت آآ برضو تبتدي ممكن تعمل بتاعك وتجيب الريكتام وتعمله كده بشبكة او حاجة بحيث ان انت تلفف حواليه شبكة وتربطها على الجناب في العملية دي ممكن بتتعامل آآ آآ زي ما قلتلكم بالطريقة العمليات اللي انا قلتها دي بتتعامل ممكن ان في الاطفال اكتر بيتعامل ايه دي ان انت بتخش من تحت لغاية لما بتلاقي البلد الريداندنت ده طالع معاك بتوصل لغاية وتعمل وتعمل انستموزز ترو ده ايه 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 الكنال ده بص منظر طبعا كومبليت ريكتر برو لابس واصل لغاية فين يعني. طيب انا خلصت كده النهارده مش عايز ازود عليكم فاتقولولي لو حد عايز يسأل اي حاجة مستفيد بالوقت ايه. الدكتور ممكن بس تعيد فضل. ممكن ايه? دكتور ممكن تعيد الحتة بتاعة بتاع بتاع الكومبليت برو لابس? بتاع كومبليت برو لابس? ايه دكتور. هي المشكلة عندنا ان احنا عندنا كولون ابتدى هيتقلب زي الشراب نتيجة ان هو ابتدى يبقى يعني ابتدى حجمه يطول. ابتدى يبقى عندي كولون من الكنال. فالحل حاجة من اتنين. يا اما ان انا اخش جوه زي ما اتفقنا. وا اه اعمل اكسجن اف دي سردان دانت ايريا. زي اه اه الصورة اللي عندوكو فوق دي. دي اللا بس دي ااسف دي دي الابروتش. زي الصورة اللي هي في النص. ان احنا بنيجي. نعمل ريسكشن اف ده ريداندنت ايريا. وبعد كده نعمل برايماري اناستموزوس اللي هو كولو كوليك اناستموزوس. وممكن معها اخد غرز في الكولون اسبته في السكرم عشان اساعد برضو ان هو ما ينزلش. او لو لو فتحت لقيت العيان ريداندنس عندو مش اكستنسيف قوي. ممكن ان انا اعمل رابينج. يعني ايه رابينج. يعني اجيب اه شبكة مش. واقوم خياطها في الكولون حواليه كده زي اجيبها ولففها حواليه واخد غرز فيها مع كولون. والاجز بتاعتها اخد غرز في السكرم عشان اسبت بتاعي في السكرم لحيز ان هو ما حصلوش برولابس. تمام كده? اه تمام يا دكتور شكرا. عم. دكتور او ايه الريبون ده دكتور او يعني الشبكة دي يعني برا عن ايه? الشبكة زي الشبكة اللي بنستخدمها في الهرن يا ريبير. بنجيبها وان نعملها زي ريبون شريطة كده ونلفها حواليه يعني. بتتسابتة كده اتعطوها? اه بتتسابها زي المش ما انت ممكن تحط المش اه انت لقى بها بدونها لها. بس ايه نوع معين عادة في كريل عشان ما تعملش جامدة وتعمل بعد كده. تمام شكرا. ايه سئلة اخرى? دكتور عايز اعرف من حضرتك بس هو اه في بلوت سابلاي اه في الارترير سابلاي اه بتاع الكولون الاليوكوليك ارتري بسابلاي لست اه تين انشز ولا تين سنتيمتر? تين انشز. تماما دكتور. يعني اخر عشرين تاراتين صمت اه. تماما دكتور. شكرا. اه دكتور. اه في الكولون كانسر اه دلوقتي كل البيشنت اللي اللي بس كده كلهم محتاجين يعملوا سرجري? اه لازم تعمل سرجري عشان ما يحصلوش بتاعت البليدين والابستركشن. تمام يعني عشان نمنع الانتنستاني الاوبستركشن. اه نمنع اللي ممكن تحصل من هذا التيوم اريد. تماما اكي. دكتور ممكن اصلاحيك سؤال بس. اه الجنرس كده? ايسأل. هو اخلاك هو اللوب اليوستومي احنا يعني بنعمل مسلا لو عملنا في ترانسفيرس كولون لوب اليوستومي. يعني انا هستفيد انت. هو كيف بيصير بوجود انستموز. دي واحدة في اتنين دخلوا مع بعض. في واحد بيصير عن اليوستومي. اه اه دكتور اه. اولا الكولون لما بطلع برا ما اسموش اليوستومي. اسمه كولوستومي. اه ااسف كولوستومي كولوستومي انا ااسف معلش اه اه. اقول لي بقى عايز ايه? اول دلوقتي يعني لما مطلعت انا استفدت ايه يعني انا كده اصلا ده عكس الجاذبية وانا مش عارف مثلا افضل الكونتنت منه ولا ده عشان ولا ايه? انت انت انا انا واحد دتكلم اصلا فيه كزا نوع من كولوستومي؟ بتتكلم على ولا بتتكلم على ولا بتتكلم على ولا بتتكلم عن كولوستومي. لأ انا ابتكلم على يعني ايه الهدف منه? اللوب كولوستومي انا بعمله في حاجتين لو العيان وانا مش قادر اعمل له بتاعه فبريليف لابستركش ان انا طلع لوب لبرا الجلد لان انا بتبعملية بسيطة وما بتاخدش وقت والعيان بتاعي جنرالو ما بيستحملش اكتر من كده وحاجة تانية ان انا بعملها لما بعمل انستموز وحاسس ان انستموز انستموز بتاعي انا خاف عليه يعني بوردر لاين ممكن يحصل فيه فستر او حاجة فبطلع لوب كولوستوم برضو سيمبل عشان ابروتكت الانستموز بتاعي تمام يا دكتور هو الديستل ده انا يعني انا اللقتي احضر العيان بيه ازاي يعني احضر لها بس عايز افهمه يعني هو الوقتي ديستل وما فيه يعني ابستركتد وكده فانا هاسحب الكونتنت منه ازاي ما هو الكونتنت ستطلع لوحدنا انت مش تسحب حاجة انت هتطلع لو فيه حاجة في الديستل هتطلع لو ما والبروكسومال ماشي يعني عبي يفضل هو هو مش الحركة بتاعت يعني كرينيو كودة لي فالديستل ده هيرجع الورس ازاي او الكونتنت الموجودة ديستل لي هو ده اللي باتكلم فيه ما هو انا يعني يرجع ولا ما ارجعش انا مش محتاج انا مش عايزه يرجع انا اللي يهملي اللي جاي من هو ده اللي بيطلع لبرة لان عيان عنده الاوبستركشن انا عايز اريليف الاوبستركشن بس هو حالته العامة لا تسمح ان هو يقعد عملية مدة طويلة فبعمل سيمبل بروسيدجر ان انا وبعد كده بحضر العين بتاعي بقى بروكسومال وديستل وانيمات وانا اضافه زي ما انا عايز تمام تمام يا دكتور تمام وسط فكرة شكرا مهاجر دكتور دكتور سيرجر مهاجر بارزنك بقى حضارك كان فيه احد الاسئلة اللي تسألت من احل الزمن عام اللي هو الوستيج فور بنعم مهل له سيرجي ماذا هو استيج فور ده دكتور عنده متاسس استيج فور عنده متاسس انا 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 مقولش ان انا هخففه انا قلت ان انا انا هعمل له عشان خايف ان هو ممكن يجي له بكرة او الاسبوع اللي جاي او يجي له بليدنج يموت منه فانا بحاول احسن ان العين اه بقلل الكمبيكيشن يعني. بقلق لكومبليكيشنز مش عشان اخففه يعني. اه تمام تمام شكرا دكتور. اه دكتور. نعم. دكتور كيف ممكن يصير وهو في اه اه ارك انستيموزيز. في ايه انستيموزيز? في يعني دابل انستيموزيز في للك. ما هو بيحصل في سبب ان في اماكن معينة في الكولون انا قلت عليها اللي هي ده بيبقى يدوبك وصل له على الاد. لما بيحصل اي سبب? ان البلاد ساب بلاي يبتدي ايه? او تتأثر هي اللي هي بنقول عليها الووترشيد اريا. الووترشيد انت عارف زي ايه? لما تيجي تبص على ارض كده. وارض دي تلاقي فيها مية وفي النص طالع زي جبار راملة صغير. اللي بيقولوا عليها ووترشيد. يعني منطقة مغمورة بالمية معادة حتة ضعيفة مش وصل لها المية دي. وهو ده الاكزامبل وده الشرح. ان دي منطقة ممكن يكون وصل لها اه دم. لكن مع حدوث بعض الفاكتورز اللي هي زي الكونستيبيشن والموتلتي ديس اوردر في كبار السن تبتدي البلاد سابلاي بتاعها يبنت الربط. تماما شكرا دكتور. سؤال ثاني دكتور اه انا ممكن اتجنب الكلوء استومي كممارسة طبية مش محبة ده. اني انا اعرف متى اعمل يعني احضر العيان. يعني ايه ما انطقة دي عملية مش لطيفة. متى لازل تعملها يعني انا لو حضرت العيان صح من بدري. وممكن يعني اعمل واعمل مرة تانية. وما اضطر اعمل. بالضبط انت لو محضر العيان مش محتاج تعمل له بس مش دايما بتكون معايا هذا الخيار اني احضر العيان بدري. لو العيان وانت مش قادر تحضره فهو ده اه ساعتها هتطر ان انت طلع اه كولوستو من البرة. تمام دكتور بالنسبة للوبستركشن اخدنا في فور وان انه ايبستركشن بيقلب استرانجلاشن. اه وكنا ما احنا اعرفين نميز مبان كلينيكل. كلينيكل ما كنا نميز مبانهم. هل هذه القاعدة ما زالت موجود? لا لا الكلينيك في ال جي اي تي لا ده اتوضح لانه لما فيه سترانجلاشن هيبقى فيه ابدومينال ان ساينز. ابدومينال ساينز اللي هي البروتوريتس وساينز افتوكسيميا اللي هي تاكيكارديو وفيفر وايبوتينشن وماليز وتوكسيك فيشز وكل الكلام ده. وفي نفس الوقت بميز ما بينهم لو لقيت لو بجنجيرين هاقدر اميز ما بين ان لو كان سبب استرانجلاشن او كان سبب اسكيميا. لو كان اللوب جنجيرين. ما هو انت مش طرم الفاء السبب هتبعرفون مفروض لما فتحت العيان هل اللوب ده كان استرانجلاشن او كان سبب استرانجلاشن المهم الاوتكم انت هتريليف هذا اللوب وهتبتدي تحط عليه آآ شاش بمية دافية وتطلب من دكتور التخديري ديلك اوكسجن آآ هاي اوكسجن تانشن شوية. وتفولو اوب اللوب ده. لو اللوب ده ابتدى يبقى هتخليه. لكن لا مع كل دي لو اللوب لونه غامق وما فوش ولا حاجة يبقى معناه انه هو خلاص بها جنجيرين سايتشيل. دكتور بالنسبة الاوبستراكشن. هل بنمر بستاج يعني استريكسور استينوزيس اتريسيا ولا هي ابستراكشن وبس نعرف ان هي برزاة بريزستال آآ ديس فانكشن. لا يعني 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 العين لو ابستراكتد ما بيفتدي آآ هل بنمر باستينوزيس آآ باستريكسور باستينوزيس بعدها بندخل باستراكشن ولا بندخل مرة واحدة باستراكشن. ما لازم فيه حاجات سببها كده او حاجات كده. في حاجات سبب او ازباب في الول او اسباب برا خالص الول. حسب النوع يعني لو العين عنده حاجة من برا ضغط على الكولون او الانتستن هتعمل له ابستراكشن لكن لو العين عنده حاجة في الول هتبتدي تعمل له آآ ناروين جراديول شوية بشوية لغاية لما هي ابستراكت عيانين اللي هما الاكسترا ميورال زي الهرنية وزي الفولفولاس ده لوب بيلف حواليه النفسه او بيدخنق فلازم بيقى فيه سبب يعني وكل السبب بيختلف على التاني في الحدوث يعني. كمان دكتور في في بداية المنهج كنا اي حاجة يعني مشكلة برسيست المصل كنا نشخصها عن طريق المولوميتر المولوميتر هنا ما بنستخدمه لما يكون في سمول باول ولارش باول المانوميتر لا ما لهش استخدام في السمول باول هو اللي يستخدام الحقيقة في الارش باول والانا الكنال عشان بيتشخص به العينين اللي عندهم كرونيك كونستيبيشن. بس ده ده مش مجال نحنا دي في الكولون والانا الكنال يعني. دكتور بما انه اللوب آآ ليها لها ريلايتد او ريلايشن مع فيري فاسكولار في البستيرو وارد مع مزينتريك. كيف بيسمح بوجود فولفاس? يعني كيف بيسمح بحركة الفولفاس آآ في وجود فيري فاسكولار في البستيرو آآ بوردر يعني ما بيصير لكيج للآآ للبلارد فيزلز لكيج او آآ آآ لأ مع الفولفلس لازم يبقى فيه سبب عشان اللوب يلف حوالين نفسه لازم يبقى فيه سبب لو هي سمول باول ممكن يبقى فيه آآ باندو في اديجن مسكة اللوب في الانتيرو الأبدومن الول فاللوب هيلف حوالين نفسه او لو العيان عنده آآ 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 نارو ميزوكولون ولودد فممكن يقع على نفسه يلف ويعمل يعني الطبيعية ما بتلفش حوالين نفسها يا رب. في الميكلز ديفرتيكلم استنيناها من اول ما خدنا البنت كأسر استنينا ندرس الميكل ديفرتيكلم لما درسناها درسنا الكلينيكالبيكشر دخلني في ثلاثة لما كلينيكالبيكشر جيت اجراها لاجتها هي ثلاثة ديفرنت دياجنوزز ما عطماني كلينيكالبيكشر آآ آآ ليها الميكل ممكن نمرة واحد ما لهاش كلينيكالبيكشر خالص نكتشفها بالصدفة وقت العمليات نمرة اتنين ممكن الميكل ديفرتيكلم يحصل فيها انفلاميشن تعمل ميكل ديفرتيكولايتس وقولنا البكشر بتتشبه الزايدة والعينين بتفتحوا على ان هما زايدة وتلاقي الزايدة نورمال هتضطر تسحب اخر ستين سنطي من التيرمناديلين عشان تتأكد او ان العيان يبريزنت with bleeding rectum ولي الانفستيجيشنز بتاعته وطايف اوف بيشنت لو بيقع عشان بيبتك ألسر او ممكن يبريزنت لو في باندو في اديجن مسكل تيب اوف داميكل في الانتيرو الأبضمن الول هتلفة تعمل فولفرس حوالي النفسها فممكن الفولفرس يبريزنت بمليون حاجة او داز نوت بريزنت خالص تمام دكتور بالنسبة للزايدة انا عندي فيها مشكلة انا منع يعني انا الزايدة مش عارف مكانها ممكن ادخل بالمشرة على حاجة مش عارف مكانها نفس المشكلة اللي قابلتنا في في البراثيرويد انا مش عارف مكان حاجة اناتوميكا لا لا الزايدة مكانها معروف الزايدة مفروض انها موجود في الرايط بس فيها فيها الابنورمالية بتاعتها ما تزدش عن 3-4% اللي هي ايه اللي هي لكن السيكم هتلاقيه مفروض في الرايط كون ان هي تبقى او تبقى لكن موجودة في الرايط تمام دكتور وانت علمتنا في بداية المنهج انه اي حاجة لما ندرس هندرس العناطومي بلات السابلاي الزايدة انت مش كاتب النيرف سابلاي يعني ما في فيبر الونج بين اه اه نيرف سابلاي اه ما فيش فيبر انت مش كاتب فيبر يعني في الlast Gen picks backed كلنا نعرف انه السنساشن جاي عن طريق السايباثاتي رحم السيباثاتي جاي عن الطريق السايباثاتي بكسس 오 لكن الابنديكس انت مش كاتب أي نيرف سابلاي ال gent DIT كل الواصلوا نيرف سابلاي أنا اهتمت بالنيرف سبلاي بتاع الاسطمك لأن ده لي جزء مهم في الميكانيزم إزاي ده المفروض أنها سبلاي بالسبلانكنيك نيرف بليكسس ده الفاراسيمباثاتيك والسيمباثاتيك ده خله عن طريق البلاد سبلاي بتاعه بس ده مش هيفيدني في حاجة ولا هيشرح لي أي معلومة مفيدة فعشان كده أنا ما ذكرتش النيرف سبلاي في الكولون ما ذكرتش نيرف سبلاي في السمول انتستن طيب دكتور بالنسبة للإرثيب الباول ديزيز أنا مش عارف الإيثولوجي أنا إيش هعمل في المناجمة يعني أنا ما نعارف الإيثولوجي لا الإرثيب الباول ده مشكلة بطنة والمفروض أنها العيان تإكسكلود أي أورجانيك كوز لغاية لما تقول في الآخر أن المشكلة إرثيب الباول سندرون لكن ده مشكلة بطنية ما هيش مشكلة سيرجل دكتور في الأولسوفيغس كانسر كنا نوقف عند اللي هي من ناحية النيوتريشن هل في الكوليك قيمة النيوتريشن بتعطيني قيمة ولا ملهاش قيمة النيوتريشن في إيه في الكولون يعني في الكنسر كولون ولا في الانفلاميشن ولا في النيوتريشن الديستيربنس ولا في إيه بالزبط إحنا أخذناها في الأولسوفيغس كانسر كان لها مشكلة كانسر أولسوفيغس لأنجلع انت قافلت